تجد الفار ده موجود في وجود برضه مسؤولين من اتحاد الكرة على فكرة من اول الوزير شخصية للدكتور اشرف صبح لكل الناس موجود في بطولة رمضانية او دهارة رمضانية او معرفش ايه في نادي زد تحت 17 سنة اللي يشوف الفار طبعا مش هتكلم عن زد الناس معاه فلوسه وبتصرف الليها عايزة براحتها يعني الغاو ينقض بطاقيته براحته وفاحد قالك مش عارف ايه حيرك حات حمامه طياره اللي معاه ايرش يحيره في عارفين المثل ده اللي معاه ايرش يحيره خليه يجيب حمام يشتريه ويطيره هو حر مفيش مشكلة يعني في نادي زد بعمل كده نادي زد في التوقيت في نفس التوقيت الاتحاد الكرة المصري عنده ازمة في الفار بعد جاب اجهزة الفار اهيه نفسها وروني كده وده اللي قاله كل الكرة موقع كل الكرة او صفحة كل الكرة قالت وزبطت الاجهزة بتاعت الفار بتاعتنا اللي بتزيع متشاة الدوري المصري بتجوه يا جماعة الصورة بتاعت كل الكرة وجابت الصورة بتاعت اجهزة الفار اللي كانت موجودة في الدوري المصري فجأة في بطولة تحت 17 سنة لنادي زد اه والله تخيلوا يعني لكم انت تخيلوا طب ممكن نعمل ايه يعني احنا كناس مسؤولين في الاعلام وبنتكلم عن تطوير الكرة تطوير الكرة المصرية العمل على انجاح الكرة المصري ده احنا عاديين نغني النهاردة ونقول احنا التصنيف بتاعنا على مستوى افريقيا بقنا خامس احنا كنا سادس وقت الكابتل حسام البادري ثم كيروش وبعدين الوقت بقنا خامس الحمد لله بعد بكسبنا ملاوي بعد تصنيف الفيفا اللي صدر المغرب ثم تونس ثم سنغال ثم تونس ثم جزار ثم مصر لا انا مركز بدأ المركز الخامس فقلنا ايه اها بدأت تندع يعني بدأت تتحرك يعني فجأة تكتشف ان عندك ازمات ضخمة جدا الفار اللي بيستخدم فيه الدور المصري اللي اختفى عن الدور المصري والاتحاد الكورة مش عارف يسيطر على الفكرة ولا عارف يحل الموضوع وفجأة الناس سحبت الاجهزة فقاتها ومشيت موجود في بطولة تحت 17 سنة في نادي زد في وجود كل عناصر اتحاد الكورة المصري وفي وجود كل نجوم او عدد كبير من نجوم الكورة المصرية بص خاص دورة زد الوديال الناشئين تقام في وجود تقنية الفار مع العلم ان مباراة الدورة المصري تقام بدون تقنية الفيديو خلينا شوف الدكتور قشف صبحي وهو موجود وهو كمان موجود ضيف عزيز على دورة زد انا ما بشوف الحاجات دي بحزن انا مليش علاقة بزد زد وحر زد ده الوقت نادي اي حد الوقت بيتمنى يا عم ان يقرب من نادي زد فلوس كتير جدا وناس كتير جدا ومدربين كتير جدا بتشتغل ونجوم كتير جدا موجودة وتعينات بالهابة اللي مبناء مسئولين وفايل لو تفتح مش هتقفل يعني فايل زد ده لو خدناه مأخص جد وفتحناه مش هتقفل وحتلاقي ناس كتير جدا فيه مش هقول متورطين لكن منتفعين او مبسوطين مش هقول منتفعين كمان بلاش لفظ منتفعين لكن الناس بتشتغل وبتاخد فلوس كتير جدا انا ماليش علاقة بالقصة دي في الاخر ماليش علاقة بيها لكن لما انا اشوف زد عنده الفار بهذا الشكل بص في بطولة تحت 17 سنة مش موجود في اتحاد الكرة وحكامه وتصويره بهذا الشكل ومش موجود في اتحاد الكرة انا عن نفسي بحزن بقول الله ايه ده ايه ده يعني زد ما يجيب الفار وهو موجود في اتحاد الكرة ماشي هو حر لكن لما يبقى موجود في زد ومش موجود في اتحاد الكرة يعني اتسحب من اتحاد الكرة عشان دورة زد دي هل كده هلقى في الصرق كده